كان لازم زيزو ينزل من وجهة نظري برضو زيزو تأخر في النزول ان انا شايف ان هو كان معاه انظار ممكن الرجل يكون خاف عليه ان هو ما يلعبش المطش اللي جاي وبالتالي حاب يحفظ عليه لأقصى درجة ان هو يمنعه من الاحتكاكات وبالتالي انا شايف اللقضة عادية جدا ممكن يكون الغلط على كيروش ان هو محدش يتكلم عن محمد شريف قبل التغيير ان هو يكلمه ان انت يبقى ليك دور مثلا في خلال المدة معينة لو ما توفقناش ان احنا سجلنا خلاص هتتغير يعني هيقو نفسيا لكده ولكن بخلاف كده انا شايف اللقطة طبيعية وطالما برضو عجبني ان الراجل تصرف معاه بشكل ممتاز بعد المطش وان هو قاعد معاه وبرضو شريف كان تصرفه كويس جدا على عكس ما كنا متشوف من الناس تاني يعني يعني بصراحة كانت لقطة كويسة منه ان هو تقبل الموضوع وخرج من سوكاته والموضوع عادل على خير يحسب يحسب لشريف زيادة على تكملة كلام شادي ان يحسب لشريف ان هو تقبل الموضوع وفهم الكصة اه طبعا لان اي حد في مكانه على فكرة هيبقى مدقى جدا انت هتنزلنا عشر دقايق وطلعني تاني وكلام زي كده وانا هدف الدوري وابلعب في نادي نادي كبير وكلام زي كده ولكن يحسب لي بصراحة لان اي حد تاني زي ما كان شاد بيكلم اي حد تاني كان ممكن يطلع منه رد فعلي تاني يشتت الفرقة وانت خلاص فاضل لك دقيقتين على ضربات الجزاء فكان ممكن يحسب لها اي حاجة تانية وكان يحسب للشريف كيروش تعامل معها بمنطقة عقلينة جدا وكان يحسب للشريف رد فعلي بصراحة ده معناه ان الروح الجامعية غالبة وشوفنا رأزة مصطفى محمد كان بيطبطب عليه لعبة كلها احياء قابلته على الدكة وكان بيطبطب عليه يعني